في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي ألية الاستقرار الأوروبي الذي عقد يوم الخميس في لوكسنبورغ وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح اليونان شريحة جديدة من المساعدات المالية وقيمتها 10 مليارات و300 مليون يورو ويوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بير موسكوفيسي تم أحراز تقدم ضخم لهذا السبب أنا سعيد لأننا تمكننا قبل دقائق أن نقرر في مجلس محافظي ألية الاستقرار الأوروبية صرف 7 مليارات و500 مليون يورو لليونان أعتقد أن ذلك سيعطي حقا الأكسجان للاقتصاد اليوناني هذا ما نتوقعه وهذا ما نريده هذه الدفعة الأولى من الشريحات الجديدة سيتم الإفراج عنها مطلع الأسبوع المقبل كما أفد رئيس ألية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريجلينغ وسيتم إقرار هذه المساعدة المالية الجديدة يوم الجمعة في اجتماع مخصص لوزراء مالية منطقة اليورو